بالعودة للملف العراقي والهجمات الصاروخية في المنطقة الخضراء ببغداد معنا من هناك الخبير الأمني والاستراتيجي أحمد الشريف مرحبا بك سيد أحمد عبر اسكانيوز عربية هذه الهجمات المتتالية على قواعد تضم قوات أمريكية ومقرات لهؤلاء ما هي أبعادها؟ ما هي البصمات التي تتركها بالإضافة إلى قصر الفترات الزمنية وتسارع هذه الهجمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم مع الأخذ بنظر الاعتبار تسارع الأحداث بشكل لم يستهدف فقط هيبة الدولة بل هو أظهر عجز الدولة ومؤسساتها عن إسكات مثل هكذا تهديد ربما نكون على اعتاب التدويل على اعتبار أن الولايات المتحدة منحت الحكومة العراقية فرصة في استخدام مواردها الوطنية في إسكات مثل هكذا تهديد التزام بالقوانين والأعراف الدولية فحينما تفشل الدولة والحكومة ومؤسساتها من تنفيذ مثل هكذا مهام فمعنى ذلك انطلاقا من حق الدفاع عن النفس أن الولايات المتحدة ستشتبك وبشكل مباشر مع هذه الفصائل ولكن بقدر تعلق الأمر بالمرحلة الحالية قد يتخطى البعد الميداني ليتحول إلى استهداف منظومة القيادة والسيطرة أي بمعنى أن من يصدر الأوامر ويحرك هذه الفصائل سيكون في قادم الأيام هدفا لعمليات من الولايات المتحدة ربما تكون عمليات لقوات محمولة جوين أو عبر ضربات جوية دقيقة كما حصل في حدثة الموارد برأيكم سيد أحمد في مسار المفاوضات في فيينا وعدم التوافق وعدم الوصول إلى أي اتفاق مع إيران هل برأيكم الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته مستعدة للدخول في رد عسكري متصاعد أم أن الرد سيكون محدودا ويعني لن يكون هناك ردود فعل متتالية يعني في فيينا لم يسقط خيار التفاوض ولا زالت الولايات المتحدة وإيران تتمسك بمبدأ أساسي وهو اللاحرب والرغبة في التفاوض وإن تعثرت هذه المفاوضات ولكن بالأساس الاتفاق والمشترك بين إيران وبين الولايات المتحدة هو مبدأ لا حرب وذهب باتجاه التفاوض لذلك ما يجري في العراق لا يجوز فقط أن نربط في ما يجري في فيينا والحوارات الجارية لأنه قائم على تصعيد عسكري وتبني لخيار الحرب بعكس ما تتبنى إيران لذلك حالة الانقسام حتى في داخل القرار الإيراني انتقلت إلى العراق بقدر تعلق الأمر بالعراق هذا القضية السيادية لا تتعلق لا بمفاوضات بين إيران وبين الولايات المتحدة في هذه النقطة تحديدا التي طالب بها السيد القائد العام للقوات المسلحة في هذه نقطة تحديدا عن أنكم تتحدثون عن أن هذه الهجمات تطال السيادة العراقية ليس فقط القواعد الأمريكية يعني الجيش العراقي توعد بمحاسبة المسؤولين هذه ليست المرة الأولى التي يتوعد فيها بمحاسبة المسؤولين ومن يقف وراء هذه الهجمات من يحمي هؤلاء أو هذه الفصائل بالحقيقة حتى النشاطات الأمنية والعسكرية هي مقيدة بالقرار السياسي ومن أخضع المؤسستين الأمنية والعسكرية إلى المحاصصة لم تكن هي فقط امتيازات ومنح وهيمنة حزبية على المؤسسات بقدر ما هو رغبة في إسكات قدرات هذه الفعاليات الأمنية والعسكرية والردود الإعلامية لا تكفي لحسم نزاع باته يهدد سلامة موقف العراق اتجاه الأسرة الدولية واتجاه القانون الدولي المؤسسات الأمنية والعسكرية العجز فيها يكمن في ضعف ووهم صانع القرار السياسي لتأثره بالمحاصصة الحزبية وهيمنة الأحزاب على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية الأحزاب بخلاصة الأحزاب أقوى من المؤسسات في العراق وما تتبناها الأحزاب يجب أن يكون ملزما للرأي العام العراقي وهو ما يفترض عليه الحال في النظم الديمقراطي هو مصدر السلطات وأيضا للمؤسسات فإذن المؤسسات متى ما تحررت من هيمنة الأحزاب ممكن أن نتحدث عن ردود أفعال تطمئن الشارع العراقي لأن موارده الوطنية والسيادته الوطنية ستكون بأيدي عمينة الخبير الأمني والاستراتيجي أحمد الشريف من بغداد شكرا لك اشتركوا في القناة